اشتركوا في القناة وما تحظى به من دعم ومساندة من ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه إلى جانب الاهتمام المتواصل من الحكومة الموقرة برئاسة سمولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن التقدير الكبير للدورة المهم للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وجاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس مجلس الشورى لرئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية والتي قدمت لمعاليه وفدا من سيدات الأعمال في روسيا الاتحادية برئاسة السيدة إلينا ماتفيفا وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أن ما تشهده العلاقات البحرينية الروسية من تطور وتنام متواصل يترجم حرص قيادتي البلدين الصديقين على تعميق الروابط وتعزيز أفاق التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الاقتصادية والسياحية والاستثمارية والتعليمية وغيرها من المجالات التنموية ترجمة نانسي قنقر